من ميليشيات تقاتل على الأرض إلى مؤسسة شبه حكومية ثم كيان موازن لأجهزة الدولة له ما لها من أجهزة وفعاليات وحتى صلاحيات هذه باختصار حلقات تطور ميليشيا الحجد في العراق اليد الأكثر نفوذا في البلاد اليوم مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل أفردت دراسة بهذا الخصوص قائلة إن حيدر العبادي قائد القوات المسلحة على الورق عاجز عن إخضاء تلك الميليشيات لسيطرة الدولة وهو ما يفاقم ويوسع العنف في البلاد وظهر هذا جليا عندما قمعت تلك الميليشيات برفقة القوات الحكومية تظاهرات الجنوب المستمرة لحماية العملية السياسية الحالية الدراسة أكدت أن كبار السياسيين وقادة الأحزاب في العراق يوظفون ميليشياتهم لأغراضهم الشخصية والحزبية بعد أن ملأوا فراغ ما بعد الاحتلال عندما فككت الدولة ومؤسساتها بقرار من الحاكم الأمريكي آنذاك بول بريمر حكم الميليشيات قالت عنه الدراسة إنه آخذ بالتوسع مقابل ضعف في مؤسسات الدولة فالميليشيات دخلت بالسياسة والأمن وحتى الاقتصاد وبدأت بطور تنافس مع مؤسسات الدولة لا سيمة بالمناطق المستعدة من تنظيم الدولة مؤكدة أن من غير المنطقي السماح للميليشيات بإعداد مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة نفسها ومع هذا النفوذ على الأرض ترى مجموعة الأزمات الدولية أن صراعا أكبر بدأ يلوح في الأفق فالحشد الذي يعتبره الكثيرون يد إيران الضاربة بالعراق لا يبدو أن طهران ستبقيه على ما هو عليه إذا ما تعرض نظامها لخطر موجودي وهذا يعني أن البلاد ستكون ساحة ساخنة لصراع محتمل الوقوع بين واشنطن وطهران وعلى المدى المنظور يتوقع لميليشي الحجد أن تبقى لاعبا عسكريا وسياسيا واقتصاديا في العراق مع اتساع نفوذها وغياب شبه كامل لدولة المؤسسات فكرة ومنظومة